كلام كتير إن كابتن حسام حسن طالب تأجيل أكبر شوية للدوري عشان ياخد معسكر أطول شوية عشان يبص اللعيبة شوية وكلام ما بين الإثبات وما بين النفي والتفاصيل كثيرة هتقول لي أنت رأيك إيه؟ هقولك لا رافض رافض الفكرة بس تمشي معي واحدة واحدة عشان مش رافض في المطلق رافض الفكرة اللي هي بتاعت إنه الدراية في العالم كلها تقوم فيها جنة دولة في أيام معينة أي مدرب لمنتخب ياخد اللعيبة في الوقت دو تمام؟ فعشان كده أنا مرافض المبدأ حلو؟ بس واحدة واحدة بقى معي بقى امش معي كده سنة سنة حضرتك مشجع للأهلي حضرتك مشجع للزمائل الناس اللي داخلوا حتى للناس الأعلمين أو الصحفيين اللي ممكن يبقوا يعني قريبين من الأهلي أو من الزمالك يقولوا نفس الكلام لا يا كابتن حسام ما ينفعش نأجل وإحنا الدوري بتاعنا وإحنا نتعامل مع الدوري إنه محترم يا السلام يعني أنت حضرتك لما المدرب بتاع المنتخب طلب تأجيل ما سعب عليك الدوري قوي؟ هو الأهلي لما بيطلب تأجيل ما بتزعلش وتقول أصله الأهلي مرهق؟ الزمالك لما بيطلب تأجيل ما بتزعلش وتقول أصله الزمالك مرهق؟ يا السلام هتقولي الصحة هقولك لتأجيل لأهلي ولا زمالك ولا منتخب ونمشي زي ما الكتاب ما بيقوله زي ما الناس بيبتعمل في كل حالة في الدنيا بس انت هتيجي على منتخب مصر تقول لي أصله لأ كده احنا مش محترفين احنا كده مش محافظين على المساعدة ما هي بايزة أنا آسف يعني ما هنعملين بوازها كل يوم جينا بقى على المنتخب الحق كل الناس بقى افتقرت الاحترافية دلوقتي يا سلام يا صلاة الزين في حاجة تدايق يعني أنا بحط نفسي برضو مكاني المدارب يوجد منتخب تلك الفروم من الاهلي ماشي اجل اسبوع ده تلفور من الزامالك اجل اسبوع ده تلفور من بيرامدز اجل اسبوع ده تلفور من فيوت 위해서 اجل اسبوع ده تلفور من الاسماعيلي اجل اسبوع ده ييجي بقى منتخب مصر تلافع الناس كلها اهم تعريطت لك لا 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 نأجل ليه في دوري ومنتظم ومحترم ودوري كبير ودوري عظيم والدوري الأهم في الشرق الاوسط القرى الافريقية ولا يجوز ابدا ان نؤجل اي مباراة صح صح يبقى صح كله نخلنا في الغلط يبقى منتخب مصر الاولى ان ياخدنا سم الغلط ده صح كده ببساطة يعني